اين جي عبد الكريم؟ انت بتقالك باش مهندزة؟ اه بزاق يسكى اه يا وانا فرحانة او ياخت خمس سنين بقى شو يتقالي باش مهندزة عايز افهم بس اختيارك للتخصص ده يعني اشرحيهولي واشرحيلي ايه اللي قومها في دماغك؟ تمام هو انا من وانا في سنوية عامة وانا كنت عايزة ادخل المجال ده مجال الهندسة البحرية مجال الهندسة البحرية تمام لاني كنت حبا المجال ده طيب فروح تقدمت في الاكاديمي بعد ما خلصت على طول اكاديمي البحرية انا والدي كان مصمم من انا ادخل بيزنس وكان شايف ان هو ده الطريق الطبيعي لأي بنت ان هي تخلص تدخل بيزنس وتتفاق وتشتغل معيدة هو كده ده من صح يعني فانا قلت له اعايزة اقدم هندسة بحرية هو في الحقيقة ما وافقش خالص ايه اللي جاب في الدماء انت كنتش بتحب ترسمي انا كنت بحب انا برسم وبغني وبعمل كل حاجة بعيدة عن الهندسة لكن انا والدي شغال طول عمره في البحر واحنا كنا ثلاث بنات يبقى دينا ولد بس هو كان دايما يعني في مجال البحر دايما بيبقوا شايفين ان اي مالك سفن بقى محتاج بعديه ولد عشان يدير الشغل ويبقى هو ماسك المجال من بعده لكن لو بقت بنت الموضوع هيبقى صعب ان الكارير ده يكمل يعني في العائلة ثانية واحدة بس الوالد بيدير سفن بحرية والدي مالك سفن مالك سفن مالك سفن مالك طيب ده حاجة عظيمة مالك سفن فكان بنسباله ان تلت بنات عنده دول بقى يعني ما فيهمش حد حيقدر يكمل الموضوع ده بعده جي ايهاب اخوي صغير بعديها بس كانت خلاص بقى نامج جوايا فكرة اللي هو لأ البنت بميت راجل زي ما والدتي كانت دايما بتعلمني وتقول لي وان لأ انا اقدر ادخل المجال ده واقدر اثبت ان في حد ممكن يكمل ومش لازم يكون ولد يعني رحت قدمت باختصار في الكلية فاترفضت عشان انا معيش جنسية تانية او ان انا بنت مصرية اتقلت لي كده فما فهمتش الفكرة يعني ايه عشان انا بنت مصرية ممنوعة فقال لي ان لأ لو كان فيك اي جنسية تانية كان ممكن قبلك لكن للبنات المصريات ممنوعة فالموضوع بقى استفزيني قوي وقتها استفزيني انا دلوقتي وقال ليه لأ عشان انا مصرية ليه لأ يعني فوقع شايفنا المجال ده صعب على بنت انها مصرية مين اللي بيقلك الكلام ده الراجل اللي انا بقدمه الورق ده لهم مش حد خادث وش من على الباب اه من على الباب كده فروحت بقى طلعت رئيس القسم بتاعي كان وقتها دكتور عامر علي وهو كان راجل متفتح open minded وسألني لي عايزة تدخلي المجال شرحت له الموضوع وليه لبس انجي عشان الناس تبقى ماشية مجال الهندسة البحرية اللي هي متعلقة بموتورات المكن اه 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 بوز الانجينز الانجينز والوفشور مش الديزاين يعني انا مكنش هدفة خالص مش في التصميمات لكن في ادارتها في تشغيلها بزرط ماشي بزرط فبعديها طلعت الرئيس القسم بتاعي وقلت حارتك وهو بقى هو اللي ساعدني بصراحة ساعدني جدا ان ادخل المجال ده وكان دكتور تاني كان اسمه احمد خليفة ساعدوني وجابوا لي الموافقة في الاول ما انفعش طبعا ان انا ادخل داولك الموافقة يعني انه كان فيه قرار بيقول ممنوع الستات تشتغل ولا ده مكانش فيه قرار هو علشان ما فيش واحدة دخلت قبل كده فقاله ممنوع الله وانا اصلا ما كنتش اعرف ان ما فيش واحدة دخلت قبل كده بس اكتشفت بعد كده ما كانش فيه فعلا واحدة عربية دخلت يعني لدخل كلهم نيجريات فعشان كده ما فيش حد اخد الصدمة يعني لو ما حدش قال لهم لأ يعني بس فهو جابي موافقة العميد ان ممكن بنت تدخل المكان ده عادي كنت بقى وقتها انا دخلت الالكترونيكس ومن الالكترونيكس حاولت ميكانيكس عشان كل ده ااخد المواد الكامن ما بيني وما بين هندسة بحرية عشان يعني ما تبقاش سنين بتضيع الفاضي كلام ده حصل ان انا قدرت احاول بقى وادخل هندسة بحرية يعني الاكيد بعد سنتين بعد سنتين بعد سنتين من الدراسة حاولت فيهم عشان ما ضيعش وقت كنت بياخد بقى المواد الكامن يعني المادة دي من الكترونيكس دي من ميكانيكس بس زياها بياخدوها في هندسة بحرية كويس لحد ما دخلت فبقيتش مؤهلة جدا لانك تدخلي هندسة بحرية في التخصص اللي انت عايز انا مش موضوع تأهيل على قد ما هو موضوع جري وراهم يعني انتو بتاخدو ايه اه 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 اتاخدو ايه هنا طب انا حاخد زيكم من اقسام تانية لحد ما توافقوا لي اه يا الله عليك اه لحد بقى ما دخلت فبقيت مهندس بحري اه مهمتك هي اه تصليح الاعطاب بس ولا ولا ادارة التشغيل ادارة التشغيل منجه اول ما المركب تبحر انت هي تحت سنتارك من قبل ما تبحر كمان من قبل وهي موجودة وقفة تجهيزات بتاعتها التشيكس اللي بتعمل كلها تحت في الانجن روم هجلت دي كلها المفروض نيتبقى المسؤولية زي الطيارة التيكوف قبل ما تطلعي التيكوف بتعملي ششني طبعا لكن المركب أكبر كمان الموضوع على أعمق فعلا أنا أخطر وبعدين لما تخرجتي كان لازم تشتغلي على مركب تقيمي عليها فترة في رحلتها أثناء الدراسة ده أثناء الدراسة ده جزء من الدراسة 6 شهور هم بياخدوهم على العيدة أنا ما نفعش معي أن أخدها على العيدة يعني الوالدي ما وفقش فأخدتها على مركب تانية كان اسمها أوسا فيسكاونت شمعنى يعني شمعنى عيدة هو بياخدوها على العيدة دي مخصصة للطلبة الأبشن ده متاح فيها لكن أنا والدي كانت تفقت معي أن أنا حطل على مركب تانية برا وفعلا ده اللي حصلت لات على مركب تانية 6 شهور ورجعتين كويس تور كان فين بقى تروحوا فين اليونان راح اليونان بس وتستقر هناك وترجعي الطاقم بتاعك كله رجالة التعامل كان إزاي؟ لا التعامل عادي لأن المركب اللي أنا طلعت لها كانت تابعة الوالدي آه فده عندها بديني علاية ركابة أصلا وهم أي مدايقة هو في العادي ما فيش حد بيديق يعني حتى وقت الدراسة لا لا ما فيش concept إن حد تدخلي مكان زي ده وحد يدائك لا ما كانش موجود خالص بالعكس يعني عايز أفهم أنت يعني إيه المهنة دي ما كانش يعني وارد إن تشتغلها وحدة ست ليه الصعوبة إيه ولما اشتغلتي بقيت يواقع قدام كل ما فيش أي مشكلة يعني أو فيه صعوبات وجيتك وانتصرتي عليها أو إيه الموضوع مش معروف عندنا في بلدنا لأن ما فيش توعية بيه كافية يعني الأب والأم مثلا لما أولادهم بيجوا داخلين الكليات هم عارفين الطب عبارة عن إيه عارفين الحاسب الآلي عبارة عن إيه وهم مش عارفين يعني إيه هندسة بحرية ده جزء الجزء التاني أن هم بيقوا خايفين على أولادهم شايفين أن البنت دي حوقها مش هتبقى محمية داخل المؤسسة دي مع أن الطبيعي في أي بلد تانية ومفروض أنه هو موجود في بلدنا أن طالما هتدخل امرأة المجال ده فالمؤسسة اللي هي داخلها تشتغل فيها المفروض أن هي بتكفل لها حوقها وبيبقى فيه روز بتسن القوانين أن الشخص ده يبقى محمي على متن المركب كويس هل القوانين دي تختلف عن العالم بره عن أي بحرية بره فيها لا خالص خالص يعني ما فيهاش ميزات يعني مش هيجوا على نفسهم يعني بس هتحط قوانين زي بزبط أنا ما دخلت الكلية وأنا كلية كلها أولاد فبالتالي بقت القوانين كلها تتحاول أن البنت دي لازم يكون فيه حماية أنه ما كانش حد يقدر يدائني لأنه عارف أنه حيبقى فيه عقاب أنه أكيد ما حدش هيجي على حق من حقوية أو حد حديني في الكلية وحتعدي عادي فبالتالي كل واحد التزم بمكانه والتزم بطريقة التعامل بتاعته نفس الحكاية اللي بتحصل لو اشتغلنا في أي مؤسسة تاني بر بالعكس على الفكرة أنا يمكن لما سفرت اليونان الناس هناك لسه مش يعني مش فاهميني يعني إيه أنت مهندسة بحرية في مصر يعني أنت مصرية أترهم آه أنا مصرية طب أنتوا عندوكم في مصر بتتجاوزوا غصب عنكو لسه إنتوا بتدخلوا بتدخلوا جامعات وكده فبتديتوا قلهم أي وايحن ندخل جامعات أنا شايفة الكاب اللي جنبك ده الكاب ده بتاعي كلية بتاعي كلية لا وريني شكلك في الكاب سمان زيتها حلوة أو بتكاب صراحة بتاعي كلية ده الكاب بتاعي بتاعي كلية شوف العلاوة بس ده كنت بالبسه في الكلية بس ما اشتغلتش بي وممنوع تقلعي إمتى ولا تلبسي إمتى ممنوع ألبسه دلوقتي المفهود ألبسه وانا لابسه البدلة يعني خلاص عشان خطرنا يعني ما فيش أي حاجة يعني المفهود ألبسه وانا لابسه البدلة بس البدلة دي بتاعي كلية أنا كنت جايبة كمان معي الشوز طبعا أنا أول ما دخلت كل حاجة رجالي يعني البطلات رجالي بمصان رجالي والجزم رجالي مفيش ممأسات بقى ممأسات كبيرة ومكانوا بيصرفوا لك اليونيفورم الرجالي آه فأنتي روحتي فصلتي لا أخدت الرجالي فاشين وشربين تخان عشان عشان نامشي بس أعمل التبور بقى معاهم آه لا كان ضيقت البطلات حاجات دي صرفت فيها بس الجزمة كان موضو سعى بشوية كانت لازم تتلابس زاي ما هي بس انت مستفزاني بحكاية ان تعملك رولز مخصوصة سنس ان بقتي واحدة ست أول واحدة ست تدخل هذا المجال اللي يعني يعني ايه رولزي محدش مثلا عكسك ايه يعني هو المجال البحري عمتا عشان هما بيعودوا فترة طويلة في البحر فبيبقى فيه أخلاقيا الموضوع ايه بيبقى طاف شوية لها والنرفزة والعصبية دي حاجة عادية قوي عندوه ضربوا بعض بقى ممكن ممكن تحصل حاجات كتير فبالتالي انت ممكن تعمل كده معزميلك تمام انت حر لكن تيجي لحد الجنس الآخر لا بيبقى فيه بقى بتقف فلازم كنت تتحط رولز بقى يا جماعة هيبقى فيه ستات معانا في هذه المهنة فلازم نحترم وجودهم دي حاجة معروفة تعمل في كل مكان طيب انت جوزتي زميل من البحر لا لا من مجال تاني زابط شرطة زابط شرطة طب والله يكون ده راجل عظيم جدا يعني موافق على شغلتك ومشجعك انك تركبي البحر وتعودي فترة وترجعي وحاجات كده موافق والموضوع مش عاملين مشكلة خالص في حياتنا بالعكس احنا وعدنا مناسبة البعض والله طب كويس جدا عايزين رجالة مندي كتير يا جماعة يا رب يض انو مبقاش نزناز بقى وسائل لا طبعا على الفكرة هو طبعا غيور وفيه حاجات بتضايقه لا غير غيور نزناز وخلاص بما انك بتشتغلي حيقف في طريق مستقبلي لا دي حاجة بالعكس هو كمان ينتمي الاسرة كلهم عاملين يعني طبعا ففكرة انك بتشتغلي مش عامل مشكلة خالص تحية يا كابتن طب قوليلي انت دلوقتي يعني النمو في المهنة دي بيبقى شكله عامل ازاي النمو في المهنة دي بيبقى عن طريقين اما انا استكفي بالكادت انا دلوقتي كادت او بقى ادخل بقى امتحان مهندس ثالث والمهندس ثالث افضل اطلع اطلع لحد ما بقى شاف انجينير بس المجال اللي انا بشتغل فيه دلوقتي مش مستاهل ان انا ادخل الانتحانات دي لان مثلا انا في بداية ما اتخركت خالص فلقيتهم بيعلنوا عن وظايف وعايزين مهندسات بحريات وخبرة وكده يا سلام اه 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 فانا استغربت جدا الموضوع ده كلمتهم في التليفون فهم عايزين مندوبين مبيعات بس مهندسات بحريات معهم خبرة سنتين وكده فاول المجال هنا في مصر الحكاية مقفولة شوية اني اقدر اطلع على مركب متكونش تابعة الوالدي اه اه لسه معلش لسه الموضوع مش هما مش متقبلين طبعا شغلي دلوقتي عبارة عن مجال الاخوت والمراكب اللي هتعمل سيانة الحاجات اللي جاية من بارة بتتعمر يعني احدى الوقت شغالين على مركب بيتعمر لسه بدئين فيه مركب بيتعمر يعني بيتبني من اول وجدين بيتعملوا ريبلت ريبلت العظم جاي ولا بتغيروا العظم ويتشتغل تاني من حسب بقى الكشفات اللي علي احنا متفوقين في الحكاية دي احنا متفوقين في الحكاية دي وعندنا الناس كثير بتفهم فيها بس معندناش يعني احنا مش زوباع في المجال لا 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 لان المساحات عندنا لا طبعا في بلاد تانية احسن من انا بكتير وعندهم التقنيات احدث واسرع لكن ده مينعش ان احنا لا شغالين بطريقة كويسة جدا بس احنا يعني المراكب بتاعتنا اللي بتيجي بتشتغل في الارض عندنا حاجتنا يعني الموضوع مع الموم شوية حلوة بس فتحت البروجيكت التاني ان اتكلمت مع ناس منه اليونان وبدأنا ناخد التوكيل بتاع كولومبوس امريكا رجستر وان انا ابقى اول واحدة وكيل ليهم هنا في مصر دي الله عليك انا نفسي اشوفها بقى تسمحيلي تعزميني اجي اشوف معاك انتي اللي نورتيني النهاردة شكرا جدا نورتيني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة